خرائط طرق عديدة لحرب تجاوز عمرها السبع سنوات ولا أفق واضحا للنجاة حيث أعلنت الحكومة تحضيرها لمقترحات جديدة لحل الأزمة اليمنية قائلة إنها تعمل بشكل مكثف على إعداد خارطة طريق الإعلان عن الخارطة المرتقبة أتى على هامش الدورة الثامنة والخمسين لمؤتمر ميونخ بألمانيا والذي يعنى بالأمن وبحسب وكالة سبع فإن وزير الخارجية أحمد بن مبارك التقى كبار المستثمرين في أوروبا موضحا لهم أن اليمن يعمل لفرض واقع جديد على الأرض الواقع الجديد القادم يقوم على مسارين سياسيا واقتصادي وفق وزير الخارجية الذي أوضح أن خارطة الطريق الحكومية تستند على توحيد القوى المعتدلة للدفع نحو تسوية سياسية بالإضافة إلى مواجهة التحدي الاقتصادي في البلاد من خلال تعزيز الجهود الدولية لإعادة الإعمار والتنمية لا تفاصيل عن خارطة الطريق القادمة فلا تزال قيد التحضير كما هو معلن إلا أنها وفق مراقبين مجرد تحركات دبلوماسية حكومية عادية لن تتجاوز نطاق إبداي المقترحات العامة والمكررة للسلام في اليمن وهو ما تبدو فيه الحكومة عاجزة عن اتخاذ مواقف دبلوماسية عملية تعبر عن سيادة اليمن والسقلاله فالحكومة لم تغادر بعد مربع السعراض الأزمة اليمنية أمام سفراء يمثلي المجتمع الدولي وهو ما ظهر من لقاء وزير الخارجية بنظريه الفلندي والنمسوي الذي شرح فيه عرقلة ميليشيا الحوثي لعملية السلام من خلال تصعيدها العسكري على المدن اليمنية والدول الجوار وتهديدها لخطوط الملاحة البحرية ترجمة نانسي قنقر